الحقيقة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن أحد ينكر الدور المهم والخطير في نفس الوقت اللي بيقوم بيه الإعلام في هذا التوقيت الإعلام يعد محرك ومغير للعديد من الأحداث في هذا الوطن لذلك لما الناس بتهتم بما يحدث على الساحة الإعلامية ببهذا الاهتمام له أساس لأن هذا الأساس ينطلق من الدور الخطير اللي بيقوم بيه الإعلام إحنا الحقيقة عندنا إيمان بأن لدينا رسالة نقوم بها مش عايزة أقول لحضراتكم أن كم كبير جدا من المناقشات بتدور في أروقة الاجتماعات الخاصة بإدارة دريم بيبقى فيه مناقشات كتيرة جدا حول عدد من التفاصيل الخاصة بمضمون ما يقدم على شاشة دريم يعني خلي بالحضراتكم أن لما فيه حلقات بتقدم سواء قبل أن تقدم أو بعد أن تقدم بيبقى فيه نقاش كبير ومستمر حول هذه الحلقات وحول هذه الموضوعات التي تقدم نراجع أنفسنا دائما بيبقى فيه طول الوقت زي ما بيقولوا كشف حساب أنا ما بقولش لحضراتكم الكلام ده عشان أنا بقوله على الهوى لكن عندنا مراجعة ذاتية طول الوقت صحيح أن احنا والحمد لله في قناة دريم ما عندناش حد بيقولنا أنا وزملاء الأعزاء تطلعوا تقولوا إيه ولا ما تقولوش إيه الحمد لله لدينا صقف من الحرية الكاملة البعض بيرى أن ربما هناك حالة من الفوضى تصود الأعلام لكن احنا الحقيقة قررنا في قناة دريم سواء أنا أو زملاء الأعزاء اللي بتشرب بالعمل معاهم أن يكون فيه دائما ميثاق شرف داخلي يحكم عملنا الإدارة لا تتدخل في ما نقدمه ما فيش حد بيرفع سماعة التليفون ويقول لنا قولوا ده أو ما تقولوش ده لكن زي ما قلت لحضراتكم هناك مراجعة ذاتية دائما بيننا وبين أنفسنا لما نقدمه هنعمل خريطة جديدة لدريم في 2016 هنستعرضها مع حضراتكم هيكون عندنا مجموعة من البرامج الجديدة بنحاول طول الوقت نطور في إقاعنا في دريم نطور في مضمون ما يقدم في البرامج نقدم أيضا برامج جديدة تناسب التطور الموجود على الساحة الإعلامية اسمحونا ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور أحمد بهجة مالك قنوات دريم ومؤسسها سألخي يا دكتور أهلا بحضرتك يا دكتور دكتور يمكن هذا الحاج سؤال مطروح في الشرع المصري بشكل كبير جدا الإعلام له دور خطير جدا يا دكتور وحضرتك قبل أن تكون مالك لأحدى القنوات الرئيسية ويمكن هي أقدم القنوات بالتأكيد حضرتك مواطن مصري تتابع ما يحدث على الساحة الإعلامية الناس بتقول أن الإعلام بيقوم بدور خطير جدا ولابد أن يكون هناك اهتمام بفكرة الوعي العام حضرتك كمالك لأحدى القنوات الرئيسية كيف تفكر في هذا الأمر بالتأكيد طبعا أنا متفق مع الكلام اللي بتقال لأنه إحنا شايفين أن الإعلام نجح أنه يقوم بثورتين واحدة أيام الرئيس مبارك واحدة أيام الرئيس مرسي نتيجة أنه كان فيه شرح للناس ومواجهة الأحطاء اللي كانت بالتمارس تم بعدها على طول تغيير شامل في البلد يمكن شفناه كلنا في الأربع أو خمس سنوات الماضية وكان دور الإعلام كبير جدا وقناة دريم كانت يمكن الرائضة في كل المشروعات اللي تمت من ناحية الحرية الإعلامية وإحنا عمرنا زي ما حضرتك قلت لا أنا تدخل في عمل المزيعين ويمكن بيجينا بعض الأوقات مشاكل كبيرة جدا من رد فعل الدولة أو الحكومات نظير الإجراءات اللي هي يعني ما يقال في القناة بينعكس على أعمالي أنا وتأذيت في أوقات كتيرة لكن الحمد لله أنا عمري ما تدخل وأنا مقتنع ومؤمن أن الإعلام ما يكونش حقيقي إلا إذا كان بدون توجيه يعني لازم يكون الناس اللي بتعمل بقناة دريم بتطلع اللي في قلبها من غير توجيه من حد ومن غير مجاملة لحد أو دفاع عن حد بندفع عن الحق وبندفع عن مصالح بلدنا وده اللي فهمنا دايما أن احنا نكون صوت الشعب في التعبير عن طلبات الناس وعن مشاكل الناس هل تعتقد يا دكتور أن الإعلام يقدم الآن الصورة المتوازنة بشكل واضح؟ يعني هناك من يرى أن الإعلام في مصر الآن يعبر عن صورة واضحة السلطة طلب مثلا أن الإعلام يركز فقط على السلبيات ولا يركز على الإيجابيات الإعلام الآن لا يرضي أحد لا السلطة راضية ولا الشرع راضي ولا المعارضة راضية ولا حد راضي عن الإعلام في مصر هو الحقيقة من الواضح أن طبعا في بعض الحاجات بتستفز الناس بعض القنوات بتعبر عن وجهة نظر يمكن مخالفة لرأي الناس وبعضها بيكون مؤين لرأي الناس فلما بيكون فيه تباينه في الأراء بيحصل دائما انتقادات للإعلام لأن هم عايزين اللي هم بيعتقدوا الناس أنه لازم القناة تعبر عنه بس كل مرة التعبير بيبقى في القناة أو في مجموعة القنوات على بعضها بيتناسب مع رأي الناس تماما إنما بيبقى رأيي برضو المقدم البرنامج هو اللي بلعب دور حسب قناعته هل هو بيبقى مقتنع بالموضوع ولا لا أنا أعتقد طبعا أننا عايزين نهجي شوية الوضع العام لأن مصر التي في مرحلة كبيرة ومهمة أنه يتم توضيح المسائل للناس بطريقة هادية وهيكون ندفع الناس للعمل يعني أهم حاجة أنا في رأيي أن الشعب يعمل لابد أن الناس في مصر حقيقة تبطل كلام وتستطيع تشتغل أكتر بس ممكن يا دكتور تقول كلام تاني يعني عشان بس محدش يقول نبطل كلامي أنا نقولش كلام تاني بس ممكن تقول كلام تاني لو أنا كلام تاني أنا موافق طيب دكتور إيه اللي حضرتك والتحريص على وجوده في خريط الدريم في 2016 بالنسبة لأستاذ المشاهدين والله إحنا بنحاول نطور أولا أنا بشكل الدكتور محمد خد والمجموعة اللي بتعمل معاه لأنه حمل تطوير طيب جدا في فترة قصيرة صحية وإحنا في ظروف يمكن مالية أحسن موجودة إنما هم الحقيقة بالمجموعة الكبير بتاعهم نجحوا إنهم يعملوا حاجة تغيير شامل وحاجات جديدة هتعجب الجمهير إن شاء الله إن شاء الله المشاهدين هينبسطوا منها لأنه هم بيطوروا تطوير كبير بكذا مكان وفي كذا برنامج وأنا أعتقد إن شاء الله بخلال ثلاث أو أربع أشهر هايبان الفرق الكبير أو المجموعة بتاعهم هايبان علينا في نتيجة الريتنج أو الفياس المشاهدة عند الناس إن شاء الله طبعا إحنا بنأمل إنه يكون ما نقدمه يعجب المشاهدين وإن شاء الله يا ربنا يكرمنا ويكون قبول المواضيع بتاعتنا وبرامجنا يكون كبير بحزة الله طيب عام 2015 بما إن حضرتك اتكلمت عن اقتصاديات الإعلام كان من الأعوام الصعبة فيما يتعلق باقتصاديات الإعلام هل حضرتك تتوقع إن عام 2016 يبقى أفضل حالاً يعني عام 2012 و13 و14 كان عام إنفاق كبير في الإعلام 2015 كان عام الانكماش الكبير والصعوبات الإقصادية 2016 بخبرة حضرتك الإقصادية شايفوه إزاي اعتقادي إنه التأثير السلبي الكبير للإنطاق الكبير جداً مع عدم مردود إعلامي وإعلاني قوي كلاً الناس كلها تبقى متحفزة في الضرف لإنه اللي بصرف 16 و13 و14 يمكن كان كتير والعائد كان قليل فأنا أعتقد إنه هيكون في حرص من كل القنوات على إنها يعني تضع أموالها في برامج محدودة مش بتوسع كبير وهيكون فيه نوع من الحرص على تقديم ما هو جيد بس من غير ما يكون فيه اصطراف الإنطاق هل بتعتقد حضرتك ما يقال إن المزاج العام المصري لا يريد البرامج الجد أو البرامج السياسية وأنه لابد من التوسع في برامج المنوعات هو دي فكرة موجودة عند ناس كتيرة لإنه ذهبوا من السياسة وأنا أعتقد إنه دي بتلعب دور طبعا لما يكون هناك يعني نوع من الفطور السياسي وتم ما يحدث بيكون الناس ذهب من البرامج الجد أوي طول الوقت مشاكل 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 وأعتقد إنه بيكون فيه احتياج لبعض البرامج اللي هي الثقافية سألة الهادية ما تعملش استفزاز للناس في الحوارات بتاعتها فأنا أعتقد إنه هيكون فيه نوع من التركيز على البرامج اللي هي أكتر بساطة وأكتر ترحيبا بالناس من ناحية الغير السياسي يعني حاجات اجتمائية رياضية مسلسلات وكده بحيث إنه مش هيكون البرامج السياسية هي العنصر الأساسي أنا بشكر حضرتك الدكتور أحمد بهجة مالك قنوات دريم ومؤسسها شكرا يا دكتور وكل سنة وحضرتك طيب إن شاء الله تكون إطلالة وبداية موفقة لخريطة دريم الجديدة في 2016 بشكر حاك يا دكتور وبضم صوتي لصوت الدكتور أحمد بهجة في توجيه الشكر للزميل العزيز والأخ الفاضل الدكتور محمد خدر مدير قناة دريم وللحقيقة اشتغل مع الزملاء زي ما الدكتور أحمد بهجة قال خلال يمكن زي ما قلت لحضراتكم أقل من ثلاث شهور وهو بيشتغل ليل ونهار هو وزملاء الأعزاء في القناة في ظل إمكانيات محدودة للغاية عشان نطلع خريطة طليق بحضراتكم هناك اجتهاد ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا الاجتهاد بالتوفيق هل روح مع حضراتكم